تطور جداً جميل لأجهزة كشف الدخان دعوني أعرفكم على نيست بروتكت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وهذا جهاز The Key كاشف للدخان والكاربون مناكسايد من شركة نيست التي تابعة لجوجل الجهاز يتوفر منه نسختين للنسخة السلكية ونسخة البطارية طويلة الأمد التي سأتحدث عنها في هذا الفيديو وتعتبر نسخة لاسلكية من ناحية الاتصال الآن كاشفات الدخان في العادة عندما يكونوا موجودين في الأسقف تقدر تطلع لمبة تفعل فلاش بين كل دقيقة والثانية لمبة الحمراء التي تطلعها الأجهزة أحياناً لا تحدد لك هل الجهاز خاص بطارية أو شغال أم لا وأحياناً تستغرب إذا الجهاز أصلاً شغال من البداية إلى أن ترى اللمبة المهم أرجع لهذا الجهاز والجهاز عبارة عن كاشف دخان وكاربون مناكسايد ولكن ليس مثل أي جهاز آخر في الجهاز هناك العديد من المواصفات والإضافات بعدما تركب الجهاز ببيتك وبعدما تخلص الاعتادات من خلال نفس التطبيق ستربط كل الأجهزة الباقية مع بعض يعني مثلاً لو الجهاز الذي في غرفة النوم اكتشف دخان جميع الأجهزة الباقية ستنبهك وأيضاً بالصوت أنه تم اكتشاف أدخنة في غرفة النوم الجهاز لا ينبهك فقط عند اكتشاف دخان خطير جداً بل وحتى عند اكتشاف دخان بسيط مثل دخان خبز محروق وسيعطيك انذار بسيط باللون الأصفر وبمجرد ما يروح هذا الدخان أو الرائحة نفسها تختفي سيرجع اللون الأصفر لللون الأخضر والأمور الطبيعية الآن الألوان التي تطلع لك على الجهاز كل لون وراء هدف الأخضر يظهر تلقائياً عندما تطفي أنوار البيت ومعناها أن الجهاز يقول لك كل شيء تمام والبطارية بحالة جيدة ويتم اكتشاف أي شيء يحدث والنمط للون هذا اسمه نايتي بروميس هذا المسمى الذي أعطته نست على أساس أنه هذا اللون يعطيك الارتياح الليلي واللون الأصفر يعني أن الجهاز اكتشف دخان ضار ولكن بكمية بسيطة احتمال تؤدي لنشوب حريق اللون الأحمر يظهر في الحالات الطارئة عند وصول الكاربون من أكسايد إلى كمية كبيرة تعني وجود حريق سيظهر اللون الأحمر مع صوت الإنذار ويقول لك أين مكان الحريق في الأجهزة الموجودة طبعاً يجب أن يكون في الغرفة في جهاز لكي يقول لك أن هذا الجهاز بالمسمى حقه الذي أعطيته فيه هناك الحريق ولا ننسى أنه أيضاً موجود تطبيق خاص لنست فمع الإنذارات هذه انت بيأتي على التطبيق التنبيه لو أكيد تأكدنا عنه نفس الأجهزة مربوطة على الواي فاي الجهاز ليس يطبيق انذارات عندما يكون هناك طبخ قادر يصبح واحد يطبخ لماذا يطلع لك انذار ومثلاً عند وجود رطوبة بسبب ماء أو بريق موية قادر يغلي أيضاً لا يطلع لك انذار فالجهاز يعرف ويفهم أن هذا الدخان ضار وهذا الدخان لا عادي الجهاز القطع الواحدة تقريباً بـ 120 دولار والحزمة حقه 3 قطع بـ 329 و 6 قطع تأتي بـ 612 دولار إيجابياته جهاز يعطيك مزايا إضافية من ناحية السلامة والأمان والجودة العالية أما من ناحية السلبيات السعر قليلاً غالي ولكن هو استثمار طويل المدى يمكن للبعض أن يجده مناسب وأيضاً وجدتها من السلبيات أن نفس السماعات لا أستطيع استخدامها كسبيكلز كنفس السماعات معلقة في سقف الغرفة وبالتالي أستطيع استمع للصوتيات براحتي وهنا يمكن أن أقول أن البطارية حق الأداء جداً ممتازة بدون هذه الميزة نهاية الفيديو وكل الفيديو الله يارب العالمين يديم علينا وعليكم الأمن والأمان نشوفكم على كل خير سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر